السلام عليكم لا جدالة او تأويل يضطر مل طلال لتكرار التأكيد على احترام القضاء الحزم بصوت قوي لفرض هيبة الدولة على يد الحكومة بغية عدم تروية فيروس العنف بحجة الوطنية المزيفة حقائق يكشفها الناطق الرسمي باسم الحكومة تجذر احترام القضاء هذه الحكومة تقود الدولة الان ومسؤوليتها هذه الحكومة ان تفرض هيبة الدولة ليس في نية هذه الحكومة ان تصرر نفسها وتجعل نفسها طرفا امام جزء منها او اي طرف اخر هذه الحكومة قبل الجميع وهدفها تنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة يزف مولة طلال البشرة للعراقيين بما يطمئن دول الجوار ايضا حول لعبة المنافذ التي تضع حكومة الكاظمي جديتها المطلقة لانهاء المشكلة اقول قريبا جدا هناك اجراء حازم للحكومة وباشرافه باشر من السيد رئيس الوزراء لفرض هيبة الدولة على هذه المنافذ اللي تعتبر مورد مهم من موارد الدولة غالبية هذه الارادات كانت تذهب الى جيوب المنتفعين ومافيات الفساد اما النبش في قبو الفساد واشكاله المتعددة او اقبية تسرق الاموال في العلن مفاجأة جديدة يكشفها طلال وثيمتها التعدد غير المشروع في الرواتب اليوم رح تسمعون مصطلح جديد وهو متعددين الرواتب المفهوم وزوجي الرواتب ان الموظف عند راتبين اليوم السيد وزير التربية سلم رئيس الوزراء نموذج نموذج من بعض الاسماء يستلمون ثلاثة واربعة وخمسة رواتب في وزارة التربية ولجان التقاطع الوظيفي سواء في وزارة التربية او بقية الوزارات لا زالت مستمرة في عملها لتدقيق كل مزدوجي الرواتب واعيد ما قلته الاسبوع الماضي خلال لن يطول الزمن قبل ان نقضي على هذه الحالة ولن يكون هناك موظف عراقي يستلم اكثر من راتب واحد كورونا كان له نصيب وافر من اهتمام الحكومة وكما هو الفيروس المتقلب في انتشاره وموجاته كذلك فعلت الحكومة للتعامل مع الوباء يبعث المؤتمر الصحفي للناطق باسم الحكومة رسائل طمأنة للشارع العراقي ويكشف عن مفاتيح الكاظمي التي سيغلق فيها قريبا سرادق الفساد والضيع شكرا جزيلا لكم